بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بيكون في قناة تفسير احلام والركية الشرعية. النهاردة هنتكلم على آآ رمز جديد وهو الصدقة. هنتكلم على معنى الصدقة بشكل عام في المنام. آآ كمان هنتكلم عنها للعزباء للمتزوجة وكمان آآ للرجل. اولا المرأة المتزوجة لما تشوف ان هي آآ بتتصدق في المنام. اولا بشارة لها آآ بقدوم خير وبقدوم آآ رزق وبساعة آآ في رزقها كمان في تحسين في آآ مستوى آآ معاشتها. لو شافت ان هي بتاخد صدقة آآ آآ حتى من الوالدين. آآ فمعنى كده ان هي هتحصل على اموال او منفعة من الشخص ده. آآ ممكن تكون اموال عن طريق آآ مراس او اموال او عقار بشكل عام او عالم. آآ ممكن تنتفع به. كمان لما تشوف المرأة المتزوجة ان زوجها بيتصدق عليها. فدي بشارة لها بالحمل والحمل القريب ان شاء الله. آآ كمان لما تشوف ان هي آآ بتتسطق من ملها الخاص. فده عمل طيب هي هتقوم بي او عمل صالح هي هتقوم بي. او ممكن تكون سبب في هداية آآ بعض الاشخاص. الرجل لما يشوف ان هو آآ بيحصل على صدقة آآ من سيدة آآ مجهولة هو مش عارفها. فبشارة ليه بخير وبرزق قادم ليه. وكمان آآ ببركة وبنجاح في حياته بشكل عام. سواء آآ في حياته العملية او في حياته الشخصية. آآ كمان الرجل لما شوف ان هو حصل على آآ صدقة من زوجته. او هو اداها صدقة. فدي بشارة ليهم آآ بالانجاب. كمان الحصول على صدقة آآ من حد من افراد العائلة. آآ فده مراس هو هيحصل عليه او آآ علم هيحصل عليه. آآ كمان لما شوف ان هو بيتصدق على المحتاجين آآ فدي زيادة في في المال كمان آآ في الرزق كمان خير قادم ليه كمان ساعة آآ في المعيشة. لو شاف ان هو بيتصدق آآ في المنام ولكن المال اللي هو بيتصدق فيه ده شاف ان هو مال آآ فيه شبهة. او مال آآ مش حلال. وشاف ان هو بيتصدق فيه في المنام فمعنى كده ان هو بيسيء التصرف في امواله. وده والحكاية دي هتكون سبب فيه مشكلة آآ هتحصل. الفتاة العزباء اه ما تشوف ان هي بتتصدق آآ فبشارة لها بالنجاح في حياتها بشكل عام كمان بكدوم خير بكدوم رزق. آآ كمان لو شافت ان هي بتتصدق على روحة متوفي او ميت فمعنى كده ان هي هتحصل على آآ من وراء المتوفدة. سواء هتحصل منه على مراس او على اموال او على املاك آآ كان بيمتلك. كمان لما تشوف ان هو آآ بتحصل على صدقة من رجل غريب هي مش عارفة او رجل مجهول هي مش عارفة آآ فتا خير ورزق وكمان تحقيق امنية او تحقيق شيء هي بتسعى لي. كمان من الرموز اللي بتدل على آآ كرب خطوبة او كرب ارتباط آآ ليها. آآ كمان الصدقة في المنام لو شاف الرائل لو كان مريض وشاف ان هو بيتصدق آآ في المنام فبشارة لي آآ بزوال بزوال المرض او بالشفاء. كمان لما يشوف الرائل هو بيتصدق على آآ ناس محتاجة او ناس فكيرة آآ في المنام فدي بشارة لي بسعادة. وآآ بسعى في المعيشة وكمان باستقرار. كمان بامن. وبرضو بتيسير آآ في حاله. كمان لو شاف لو كان الرائي آآ عليه ديون او كان عنده ازمة او بيعاني من ازمة آآ مادية. وشاف ان هو بيتصدق فمن الرموز اللي بتدل على زواله. زوال الهم ده او سداد آآ لدينه. كمان كدوم خير ورزق لي. آآ كمان من الرموز اللي بتدل على النجاح وساعة آآ في المعيشة للرائي. آآ اما رؤية الرائي ان هو بيطلع زكاة. آآ انه بيطلع آآ زكاة في المنام برضو آآ من الرموز اللي آآ مبشرة باخبار سعيدة. هو هيسمحها عن قريب آآ كمان بحصوله على اموال. بدا يزير في اموره آآ بشكل عام. آآ كمان من الرموز اللي بتطل على قرب من الله سبحانه وتعالى آآ آآ اكتر. اللي فتلع زباقة ما تشوف ان هي بتطلع زكاة آآ فاته خلاص من هم من مشاكل آآ بشارة ليها بالتفوق وبالنجاح آآ في حياتها بشكل عام. آآ كمان زوال آآ هموم ليها آآ كمان من الرموز اللي بتدل على توبة وخلاص من معصية ومن خلاص من ذنوب هي كانت آآ بترتكبها. الفتاة العزباء كمان لما شوفناها بتطلع آآ صدقة او بتطلع سكاة. فده زواج وزواج عن قريب من شخص يمكن آآ آآ شخص صالح. آآ برضو من الرموز اللي بتدلها على هي نفسها آآ على توبة ليها وهدايا وهتكون آآ قريبة جدا من الله آآ في حياتها او في الفترة المقبلة. المرأة المتزوجة لما شوفنا هي بتأدي الزكاة بتحصلها على اموال. كمان آآ توبة ليها وقرب من الله سبحانه وتعالى. كمان من الرموز اللي بتدل على سرية آآ صالحة آآ لو كانت بتسعى آآ لحملة او بتسعى لآآ سرية. برضو الزكاة آآ تيسير للامور وحصول على رزق وكمان على آآ آآ زوال للهم والخلافات ومشاكل لو كانت هي بتعاني من آآ مشاكل. آآ لو كانت مديونة او عندها مشاكل آآ مادية او عندها ديون آآ فدي وشافز ان هي بتطلع سكافة بشارة لها بسداد ديونها او بقضاء آآ دينهم. آآ كمان بتحقيق آآ امنية هي كانت بتتمناها او كانت آآ بتسعى آآ ليها. كمان بشارة بحياة فالية من المشاكل من الهموم آآ باستقرار في حياتها الزوجية آآ بنجاح آآ لأولادها لو كانت هي عندها آآ اولاد آآ ده كده باختصار رؤية الصدقة ورؤية الزكاة. عرفنا معناهم آآ بشكل عام آآ بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. آآ لو في اي استفسار او سؤال آآ اكتبوا لي تحت. انا ان شاء الله هردت عليكم. آآ بشكركم جدا واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلام. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة